السلام عليكم الناس اللي خايفة تأخذ لقاح كورونا بسبب خوفهم من انهم يزرعوا فيهم شريحة او الناس اللي اصلا اخذت اللقاح وكمان خايفة انه نكون زرع فيهم شريحة السؤال هل فعلا في شريحة يتم زرعها واذا كانت جواب نعم كيف ممكن نتأكد انه في شريحة او لا واذا موجودة كيف ممكن نتخلص منها في هذا الفيديو رح نجاوب على كل الاسئلة خليكم معي بداية الخوف هذا بدأ عند الناس لما صارت تشوف فيديوهات لبعض الاشخاص عم بستعمل مغناطيس او قطع معدنية بحطها على منطقة اللقاح وبتلزق في الجسم طيب فعلى هيك احنا رح يكون اول طريقة عندنا للكشف انك تروح تجيب مغناطيس او قطع معدنية وتحطها على موضع اللقاح هل فعلا رح تلزق معاك ولا لا شخصيا طبعا انا عملت هذا الكلام وحاولت اللزق مغناطيس لكنه ما ثبت ابدا على كتفي يمكن لانه انا ماخد سينوفارم الصيني وهاي الشغلات بس بتزبط على الاشياء الامريكية او الاوروبية لو انت حاولت وما لزق معاك فيمكن اعطيك طريقة احسن انك تتأكد انه موجودة هاي الشريحة ولا لا الخطوة الاولى رح نعملها انك تاخد صورة اكس ري صورة اشعة صورة الاكس ري رح تبين اي معدن في الجسم فانت طبعا بس رح تاخد صورة الكتف وهناك اذا فيه اي معدن رح يبين في صورة الاكس ري انه ما فيش فيك شريحة فهلا رح احكي لكم الطريقة الثالثة اللي هي رح تكتشف فيها الشريحة وتنزعها لو كانت موجودة بكل بساطة خد صورة امر اي رانين مغناطيسي صورة الامر اي الرانين مغناطيسي هي مغناطيس قوي جدا 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 يعني انت قبل حتى ما رح تاخد الصورة رح يقولولك في عليك اي معادن حتى جهاز تنظيم ضربات القلب لازم تخبرهم لانه لو فيه ما رح يدخلوك لانه فعلا رح يتم انتزاعه من الجسم فانت اذا مرأت في الخطوات الاولى اللي هي مغناطيس ما لزق واكس ري ما لزق فاكيد رح تاخد امر اي وما رح يطلع معك اي شي لكن فرضا انه طلع معك اي شي وحابب تخلص منها بكل بساطة خد صورة امر اي واكيد رح تطلع من جسمك حتى لو افترضنا انه ما رح تطلع من جسمك اكيد الامر اي رح تخرب عمل الشريحة السؤال الاهم ايش قصة الشريحة ولقاح الكورونا حقيقة الشركات المصنعة للقاح حطت شريحة على الجرعة نفسها طب السؤال ليش كل بساطة بالنسبة لهاي الشركات هذا دواء حقه مليارات فبهمها تعرف الباتش تبعت الادوية من اي مصنع طلعت لاي مستشفى وصلت وين تم استخدامها وين تم التخلص منها ليش هذا الكلام لان احنا زي ما احنا عارفين الادوية انت فعليا تصرف في البحث والتطوير اغلب لفلوس وقت التصنيع خلص المعادلة اللي انعرفت بصفي لو اي واحد عرف ايش المواد الفعالة ايش المواد اللي انحطت مع بعض بصفي اي واحد بيقدر ينسخها فمن هيك الشركات من نوع الحفاظ على الملكية الفكرية تبعتها وعلى طريقة التصنيع هم فعليا حطوا شريحة على نفس الجرعة واللي هي مائلها دخل في انه يزرعوا فينا شريحة اثناء تلقي اللقاح بحب اسمع منكم ايش الطرق اللي جربتوها واذا في اي طريقة منهم طلعت انه فعلا معاكم شريحة وايش عملتو عشان تتخلصوا منها اخيرا وليس اخيرا بتمنى السلامة للجميع وحتى اذا اخدت اللقاح فهذا لا يعني انك تنسى الكمامة والتباعد الاجتماعي لانه اللقاح بخفف او بخلي الاعراض اقل لكنه لا يمنع الاصابة تماما من المرض وبتمنى السلامة للجميع اخيرا وليس اخيرا شوفكم على خير شكرا